شبكة عباقرة التلاوة شبكة عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضيناه إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا يا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الله الله يزيدك مولانا الله يزيدك الله أكبر وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين واجعلناكم أكثر نفيرا الله يفتع عليك مولانا الله يفتع عليك مولانا عظيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلغا فإذا جاء وعد الآخرة ليسور أحسنتم لكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلغا فإذا جاء وعد الآخرة ليسور وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد وليتبروا ما ولو تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسور أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول ما الله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي يهديه يا أقوام ويبشر المؤمنين الله 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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا كبيرا الله 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 وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة الليل الله شكوا الله 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 واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحسان وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه الله ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً صدق الله العظيم الفاتحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة